مساء الخير أكدت تقارير الاقتصادية خاصة في مجال صناعة السيارات العالمية أن في سنة 2030 سيكون حجم مبيعات السيارات في العالم خاصة الكهربائية يعني الشحن سيارة كبيرة شحن والمخصصة للمدن رح تكون مخصصة داخل المدن في أوروبا واليابان والصين يعني نسبة السيارات الكهربائية المبيعات رح توصل 25% من بيع السيارات في العالم تشوف الناس شو تخطط وأن هناك تكنولوجيا ستطبق في عام 2021 وهي السيارات الذكية تكاسي اللي تشتغل بالكهرباء وتستخدم للتكاسي خاصة داخل المدن هذه الدلالة عشانه أن العالم يتغير في التكنولوجيا من أجل التوفير في الطاقة والبحث عن الطاقة النظيفة والتقليل من استخدام النفط هذه مصيبة مصيبة علينا إحنا أن المستقبل ستنخفض أسعار النفط مقابل زيادة مصاريفنا على الكماليات وعلى اللجان وعلى بيع الحشي وعلى المؤتمرات إحنا نعتمد في مدخل دخول يعني كل ميزانياتنا تعتمد على بيع النفط وإحنا نعتمد على النفط كمصدر وحيد وهذه أم المصائب ما زلنا في الكويت ما هذا المغيب ولا مفاهمين ولا إحنا معايشين بهالعالم مجلس وحكومة النواب أصحاب المصالح يتكلمون عن تغيير في الجنسية ويتكلمون عن تغيير في الصوت الانتخابي من أجل مصالح ناس معينة وتيارات سياسية لكن هالأمور كلها تصب في مصالح أهل المصالح الواحد يسأل يعني الواحد قصبا عليه يسأل كمواطن وكمتابع وين الرؤية الحكومية لبناء دولة اقتصادية ما تعتمد على النفط وين الرؤية الحكومية الاقتصادية في توفير الأمن الغذائي لما بعد النفط والاستثمار في الداخل حتى نعتمد على أنفسنا ونحافظ على أمن الداخلي مثل ما يسووا القبليين من الجيل السابق من الآباء والأجداد الله يرحمهم يوم استثمروا واشتغلوا على أبيدهم من موارد بسيطة صنعوا دولة صنعوا تجارة اعتمدوا على أنفسهم على مهاراتهم صنعوا السفن ازرعوا البر اهتموا بالحرف الفنية اهتموا بالتعليم البسيط حفظوا القرآن والقراءة وطبقوا نظرية التكافل الاجتماعي في الفرجان يوم أهلنا يروحون البحر يبقون الحريم واليهال يديرون هالفرجان كانت كويت المجد والعز والتجارة قبل ما نشوف النفط واليوم واليوم وما أدراك ما اليوم نملك كل شي بس ما عندنا شي انتشر بيننا الحسد انتشر بيننا الصراع السياسي البعض للأسف يعتبر الكويت كانها بقرة حلو الكل يبي يبوك كل من يبي يستفيد من أموال وسرقات البترول كان هذه الأموال مش ملك الدولة مش ملك البشر مش مشكلة يعني كانها مش ملك الشعب يتعاملون مع الكويت كانها للأسف دولة مؤقتة وهي الدولة لها تاريخ ومجد وحضارة وناس ضحوا واستشهدوا من هالكويت حتى نعيشها الخير لنعيشها الأيام صار صراع الكراسي أهم من الدولة والأرض فقدنا الرؤية فقدنا الاهتمام ببناء الدولة ما بعد النفط والسبب الصراع والحسد والفساد الإداري واختيار مسؤولين وفق المجاملات السياسية وصلنا اليوم إلى مرحلة انتشرت فيها البطالة والفساد الإدارة وكثير من الأمور التي تغث وكل واحد يبي يلهط بعض لما أتناقش مع بعض المسؤولين والنواب كلهم هم يحافظون على كراستهم وأنهم يصيرون ممثلين أبطال في عالم السياسة وعالم أتمنى من واحد عاقل في الدولة عاقل وأقصد يعني العاقل وهو المبتكر الشريف أن يوجه الدولة أو تتوجه الحكومة برؤيتها على استخدام الطرق الحديثة شون نوفر الماء نحن ما عندنا أنهر الدولة صحراوية بطريقة ذكية استخدم العلم شون نستفيد من المصانع في توفير الأساسيات ما بعد النفط شون نفتح مجالات الاستثمار لشبابنا عندنا جون ممكن يصير مزرعة للعالم لتوفير الأسماك ويصير عندنا دخل من بيع الربيان والأسماك للعالم أكثر من دخل البترول عندنا جزر والله العظيم عندنا جزر جميلة عندنا جزر من أحلى الجزر في المنطقة كنت تسمع قبل سوف نستثمر في فيلتشة هناك خطة لتحويل فيلتشة مركز اقتصادي تجاري نحول فيلتشة وبعض الجزر إلى منتجعات جميلة بدل ما نروح برا يستفيد من هالجزر اللي عندنا وين هالحشي يصير خير وين الأفكار اللي كنا نسمعها عن الاستفادة من البترول وننتج مواد كيماوية من مشتقات البترول ونستثمر في الطاقة البترولية والطاقة النظيفة كلها حشي بحشي كل اليوم معظم دول العالم عندها خطط بعيدة المدى يشتغلون عليها اليوم نسمع يباتر بالإمارات راح تكون هناك الطاقة النووية وإحنا على طمام المرحوم اليوم الي يزور نحن نسافر أوروبا ونشوف ما قاعد يصير عندهم قاعد يبدعون في عملية النقل الجماعي بين المدن يستخدمون تكنولوجية ترام يعني سيارات النقل بشكل جميل سكك حديد مترو مو بالطاقة البترولية لا مواد نظيفة للنقل الجماعي ماذا يهدفون التقليل من الاعتماد على النفط نحن نش قاعد نسوي في الكويت أو في المنطقة العربية والخلج نحن نش قاعد نسوي نبيع بنك مبدعين في بيع البنك مبدعين في بيع الكلام مبدعين في وضع خطط لا تطبق على أرض الواقع تضع خطط حتى اللي وراء الستار يبلح لازم كل مشروع يكون في جيبي كل مدير مكتب حول الكراسي الوثيرة يرحب عساس يلهط وياخذ العمولة ما نفكر في بناء دولة اليوم نبيع البترولة على خمسين دولار الخام وعندنا عز اش رح نسوي في المستقبل اش رح نسوي جدام فكرنا حق جدام اشون نطور المداخل اشون نبدع اشون نخلي بس البترول للأجيال أفلوس البترول للأجيال القادمة والمداخل الي قاعد الدش عندنا في الاستثمار نصرفها ما حين يفكر هذا ابداع موجود في النيروج احنا عندنا في الأمة العربية ابداع شلون نسهر الليالي الحلوة شلون نشوي كباب نبدع في الأكل نبدع في الهز نبدع في النفاق نبدع في الكذب نبدع في المناظرات والتحليلات السياسية الخائبة نبدع في خلق ناس سياسيين شذابين نقلق بعض الإعلاميين الكذابين اللي ما يقولون الصج نقدع شعوب نحن مبدعين في خلق شون نقدع الشعوب لأنها شعوب عربية كل هم الشعب العربي شلون ياكل شون اشتري بيته واشتري شقة شون يعيش محترم شون يحافظ على كرامته لا أكثر ولا أقل مبدعين في الأمور هذه مبدعين في العنصرية نتكلم عن تطور نتكلم على رؤى حقيقية كنا في السابق آية السابق مبدعين في كنا وفي السابق كل عائلة كويتية في نهاية اسم العائلة كانت تلقب بعملها اللي كنا المهتمين بالحرف كل عائلة عندها حرفة اليوم وين صرنا كلنا موظفين وكلنا نبي نملك كل شي بس ما نملك قرار ما عندهم شيء غير الحجي اللي يشتغلون في هالبلد خمسة بالمئة في مخلصين بس وشرفة بس قليلين الفساد الإداري منتشر والتعينات كلها من أجل فلان وفلان 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 والظلم الاجتماعي واضح الكل يبي ينهب وما أنا بني أعطي شيء لهذا البلد هالبلد العظيم اللي اسمه الكويت الكويت تعطت الجميع فوحنا ما عطيناها شيء غير الحجي وكل يشتغل حق مصلحته حسافه شو العالم العربي يوم كنا نحب العلم والتعلم علمنا العالم بس اليوم احنا نعلمهم التخلف لان احنا صرنا متخلفين ش رح تكون نتاجنا غير التخلف والدواعش وحزب الله وغيره مبدعين في القتل مبدعين في التطرف مبدعين في التشد والنفاق واقع الكل حاير شو نطلع من هالظلام بسبب سراع الكراسي وحنا شعب ترى نفهم اليوم مو محتاج محمد الملة والأفلان ولا محلل ولا ناشط سياسي لا الكل فاهم مش قاعد يصير في البلد ما فات الأمنية والحروب اللي حولنا قاعد تنبأ بأمور خطيرة فيه تقسيم سياسي قادم وحنا لاهين في الحسد القادة مسوأ إلا نبدأ من اليوم في تغيير فكر ونغير ثقافة مجتمع ونخلي المجتمع يعشق ويعبد العمل بره مبدعين لأنهم يعشقون عمل عندهم مجالات للإستثمار عندك فكرة طبقها يفتحوا لك المجال ناس مش من جنسياتهم الأوروبية أو الأمريكية يستخطبونهم اليوم أمريكا اللي هي أمريكا عالم الكمبيوتر أكثر علمائهم في الكمبيوتر والبرمجيات هم من الهنود الجنسيات الهندية يجنسونهم ويفتحونهم المجال نحن هنا يتطنز على الهندي نطنز على بعضنا البعض ما نحترم بعضنا البعض نحن نتخلف إذا إحنا أمه احترمت الطابور وتغيرت الثقافة وصارت الثقافة تبداع وصارت شبابنا يشتغلون بيدهم تعرفون أن إحنا مشينا على أولى خطوات النجاح أرجع على محور الكويت إن لم نخطط من الآن قبل 2030 وضع رؤية على يكون دخلنا هو الدخل الوحيد من بيع النفط سندخل أزمة اقتصادية كبيرة ستجبر الحكومة والمجلس على تنازلات قصبا علينا لأننا ما عندنا فلوس ما عندنا الجربة فاضية مين وهذا هو الفشل الحكومي وفشل مجلس الأمام قال يكون عندنا رؤية لما الكويت أو المنطقة لما بعد النفط حتى نقدر نعيش في بحبوحة من العيش الحمد لله نعيش بخير حاليا لكن فكروا كل يدام جماعة خططوا حق اليدام نبي وزراء هذا نبي وزراء لهم قيمة نبي وزراء أصحاب قرار نبي وزراء ما يشتغلون لجيوبهم ما يشتغلون لمصلحة بلد ممكن ممكن إذا تغيرت ثقافة المجتمع ادعو الله أن يحفظ لكويت ولا يصلح الحال إذا كان في الأصل فاصل ورجع